الرحمن الرحيم فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشرهم إذا نالوا يرضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل مقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما فوى تحت التراب وقض علىه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت القشبات حملا إله الحك شد على قفاه وكيف دنى الحديد إليه حتى يخالقه ويلحكه أداه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطل قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للفدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا ذنذاك هل هذا إله تعالى الله عن إذك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليم لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بواه إذا ركب العله عليه فرغا وقد شدته تسمير يداه فذاك المركب الملون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهال عليه رب الخلق طررا وتعبله فإنك من عذاه فإن عظمته من أجل أنقذ حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليم فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهل لا للقبور سجدت طررا لضم القبر ربك في حشاه يا عبد المسيح أفق فهذا ردايته وهذا منتغاه ترجمة نانسي قنقر